تقدر على تحمل المسؤولية خليق قعد ببيته وأخيرا جاء رد الفعل من السوداني على وقع المجازر وعمليات الاغتيال المستمرة في مدن محافظة ديالا هروب من تحمل المسؤولية على شكل توبيخ لمسؤولي الأمن وتحميلهم مسؤولية إراقة الدماء والانفلات الأمني السوداني وفي اجتماعه الأخير مع الأجهزة الأمنية في ديالا قذف الكرة في ملعب المسؤولين العسكريين في الكشف عن هويات قتلة السكان المدنيين الذين يعرفهم السوداني نفسه كما يعرفهم زعماء أحزاب السلطة التي جاءت بالسوداني إلى رئاسة الوزراء وماكو إرادة فوق إرادة القانون حتى يكون واضح أمامكم ماكو إرادة أبدا كلمات كررها رؤساء الحكومات السابقة وألقيت على مسامع السكان المفجوعين بفقد أبنائهم وأقربائهم دون تنفيذ يذكر فمنذ بدء التفجيرات وعمليات الاغتيال في مدن العراق قبل نحو عشرين عاما لم تتحقق أي عدالة لذوي الضحايا خاصة حينما يكون المنفذ ميليشياويا أو مدعوما من أحزاب العملية السياسية في مقابل تلك البروبغاندا الحكومية المكررة تتزايد المطالبات الشعبية للحكومة بإعلان محافظة ديالا منزوعة السلاح وسحب القرار الأمني من الميليشيات والعصابات المسلحة نهائيا فيما تحمل الأوساط الشعبية في ديالا الميليشيات المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأمن في المحافظة مطالبة الحكومة الحالية بحصر الملف الأمني في يد قوات الجيش والشرطة فقط ترجمة نانسي قنقر